والحقيقة يمكن في إطار حرصنا وإدراكنا أيضا لدور القطاع الخاص في بلدينا فالنهاردة سأشوف أيضا بمعية أخي العزيز في افتتاح فعليات منتدى الأعمال المصري العراقي بحضور مميز لنخبة من رجال الأعمال في البلدين ونتطلع إن شاء الله أن يكون هذا المنتدى بداية لشراكة مشتركة ما بين القطاع الخاص في الدولتين في العديد من مشروعات التنمية ختاما أكرر الترحيب بأخي العزيز دولة المهندس محمد شيع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق وكذا الإخوة الأشقاء أعضاء الوفد المرافق لكم وأتمنى لحضراتكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر دولة رئيس وأتمنى للعراق الشقيق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار